بهذا الوقت من السنة ينتشر تناول الحمص الأخضر حيث يقوم الناس بطهيه بطرق مختلفة وتناوله فهل للحمص الأخضر أي فوائد صحية إلى جانب طعمه اللذيذ؟ الحمص الأخضر أو كما تسمى بالحامل أو الملاني من الأطعمة المفضلة لفئة كبيرة من الأشخاص وخاصة في هذا الوقت من السنة ولكن هل تعلم أن فوائد الحامل الصحية العديدة ستزيد من حبك لها؟ تعرف على أهمها الآن السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الأعزاء متابعي قناة فوائد دعونا في البداية ندعوكم للاشتراك معنا في القناة والوعد أن نقدم لكم الأجمل والأفضل إن شاء الله الحمص الأخضر عبارة عن نوع من أنواع البقليات والذي يستهر تناوله في الشرق الأوسط بالتحديد تمتلك الحامل كمية عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن والتي تنعكس إيجابا على صحة متناوليها تعرف معنا على أهم فوائد تناول الحمص الأخضر للجسم حماية الجهاز الهضمي من المشاكل المختلفة من المعروف أن الألياف الغذائية تعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الهضمي وبما أن الحاملة تحتوي على كمية عالية منه فهي مفيدة جدا للعمليات الهضمية المختلفة إذ يساعد تناولها على التقليل من الأعراض الناتجة عن الإصابة بالقلون العصبي والإمساك كما تعمل على إعادة التوازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء الحمص يعزز المناعة يعمل تناول الحمص الأخضر على تعزيز المناعة في الجسم وذلك من خلال المساعدة في محاربة الجراثيم والبكتيريا المختلفة كما توفر حبوب الحمص الأخضر مضادات الأكسدة التي تلعب دورا هاما في صحة الجهاز المناعي تعزيز كفاءة عمل الأعصاب تناول حبوب الحمص الأخضر والمقصود هنا 3-4 كوب تقريبا يعمل على تعزيز صحة العظام وخلايا الدم وعمل الأعصاب وذلك بسبب احتوائه على الحديد والمغنيسيوم الذي تحتاجه خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة يعتبر الحمص الأخضر من البقوليات التي تحتوي على مستويات عالية من الألياف الزائبة والتي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة والمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول يساهم بدوره في حماية القلب والشرايين من الإصابة بالأمراض المختلفة التحكم بمستويات السكر في الدم تحتوي حبوب الحمص الأخضر على النشويات والتي تساعد الجسم في حرق الكربوهايدرات ببطء كي لا تعمل مثل القلوكوز في الدم مما يساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم حماية القلب وتعزيز صحته بيّنت الدراسات العلمية المختلفة أن تناول حصة واحدة يوميا من الحامل أو الحمص الأخضر المطبوخ أي ما يقارب ثلاثة أرباع الكوب يساعد في خفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية كما يعتبر احتواء الحمص الأخضر على كمية عالية من الدهون الصحية يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب تقليل خطر الإصابة بالسرطان إن تناول حبوب الحمص الأخضر يعمل على تقليل خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطان ويكون ذلك نتيجة عمليات الأيد والاستقلاب التي تساهم فيها هذه الحبوب بشكل خاص لتكبح شهية الخلايا السرطانية المساعدة في فقدان الوزن نظراً لامتلاك الحمص الأخضر على كمية عالية من الألياف فإن تناول الحمص سيشعرك بالشبع لفترة أطول ويقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقاً وبالتالي تناول الحمص من شأنه أن يقلل من السعرات الحرارية المتناولة ويساعدك بفقدان الوزن بسرعة أكبر وحمايتك من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية شكراً لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته